نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية مؤتمرا جماهريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة وشهد المؤتمر مشاركة ما يقارب من عشرة ألاف مواطن بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الحملة الرئاسية وممثلين عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين وكافة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعدد من التنفيذيين والسياسيين ورجال الدين الذين أعربوا عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم طبعا بقول سادة الرئيس يقال حاجة نعملها لك سادة الرئيس وان شاء الله الفترة اللي جاية هيتحقق كل الكلام دوا في الكتلة الانتخابية ان شاء الله رب العالمين وانقول للعالم كله احنا وراء قيادتنا على طول ان شاء الله مظاهرة حب ما حصلتش قبل كده في حب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تأييده الكامل البحث الشامل في فترة رئاسة جديدة وده انما يدل على ارتباط النفسي للشعب المصري ولجماهير اسماعيلية الحبيبة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر شهاد النهاردة مشاركة واسعة من كل فئات الشعب الاسماعلاوي وخاصة فئات الشباب اللي بيأكد ان بداية من الحجر الشعبي للدعاية لفترة الدعاية هنشوف ان شاء الله نتيجة ده بالجهود المبزولة في عدد الناس اللي هتشارك في الانتخابات وعدد المؤيدين للسياد الرئيس لفترة رئاسية جديدة بإذن الله طبعا الانجازات اللي عملها السياد الرئيس الفترة اللي فات في اسم عليا وفي كل مصر كبيرة جدا كتير جدا ما نقدرش نحصوها يعني فالتسعة عشرين اللي فاتوا وان شاء الله السنين اللي جاية دي خير علينا بإذن الله بوجود سياد الرئيس معانا احنا كل الشعب المصري النهاردة جاينا نوجه رسالة لفخامة الرئيس نقوله الدين تعظيم قائد المسيرة بتاعتنا وربان السفينة ويعني قائد الثورة حينما كانت الثورة شرف لكل المصريين فالنهاردة الشعب الإسماعيلية جاي يقوله احنا جاهزين لرد الجميل احنا محتاجينك نكون وراك علشان مستقبل أفضل علشان ان شاء الله الأمن والأمان والاستقرار لمصر الشعب الإسماعيلية بطبيعة الحال طول عمره داعم للقيادة السياسية ومؤمن جدا بتوجهاتها واللي لمس أثارها الإيجابية على أرض المحافظة اللي تمثلت في مشروعات ضخمة سواء في البنية الأساسية أو في مجال الإسكان والطرق والصحة محافظة الإسماعيلية كانت من أولى المحافظات اللي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل